اشتركوا في القناة ورفض الاوضاع ده بيبقى رفض للصليب ده السؤال جزء الثاني من ساعة وفاة اختي بالمرض وانا ابويا بيحاول يعملنا كويس بس لسه في حاجة جواية مش عارفة تتقبله خصوصا ان احيانا مش بفهمه او ببقى مش عارفة مشاعره دي حقيقية ولا بيمثلها خاصة انه كان بيعنفنا بالضرب واحنا صغيرين ولما هو دخل ولما هو دخل اب بكاهن في امور خصوصية وانا وضحت لابونا كل حاجة ابتدى يجيلي احساس بالزنب عالي جدا اني وحشة اني فضحت ابويا فعايزة اعرف هي دي خطية ان اتكلمت كده مع ابونا خاصة بعد انتقال اختي انا بصراحة معاملتي له اتغيرت تماما لاني ما كنتش قادرة اتقبل خلاص اي تصرفات او كلام منه برضو عندنا مشكلتين المشكلة الاولانية هل غلط انك انت حكيتي لابونا لا مش غلط ابونا ستر وغطى وابونا عارف النفس البشرية ومقدر الضعف البشر وعارف ان بابا ممكن يكون في فترة كان قاسي ونفسيات البنات غير نفسيات الولاد يعني احنا كنا زمان مثلا حتى لو اضربنا بنحب بعضنا البنات بتبقى اوفندد او يعني بتاخد موقف نفسي ازاي اضربت ومعرفتش دافع عن نفسها فالبنت ممكن تكون جراحتها النفسية اعلى شوية فبتاخد وقت عشان الغفران لكن انك انت حكيتي لابونا ده مش غلط طب الجزء التاني ايه اطلبي من ربنا ان يساعدك تنسي وخاصة ان خبطت اختك اللي اتنقلت للسماء مهما كان بابا جديد اكيد اتكسر واكيد اتأثر علشان كده بابا يمكن بيحاول يعملك بس انت لسه مفترضة سوء النية عارف عن ايه مفترضة سوء النية يعني انتي حطة في دماغك لا اه ده ما تغيرش ده يمكن يكون بيمثل لا النيات دي اللي يحكم فيها ربنا انتي ادي لبابا فرصة مش هجبرك انك تتعاملي معه بسلاسة لان الريكافري او الشفا بياخد وقت اطول شوية مش مستعجلك بس مش موافقك تاني مش مستعجلك لكن مش موافقك لانك انت واخدة موقف انا مش عايزك تاخدي موقف انا عايزك لو سمحتي تسامحي وتدي فرصة لبابا طيب هتعملي ايه اطلبي من ربنا لان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يغير مشاعرنا لو احنا طلبنا بصدق منه اشتركوا في القناة